موسيقى شهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد الجراح لا يمكن لأهلها أن ينسوها يوماً يحملون أوطانهم على أكتافهم حقيبة لا يمكن لما فيها من ذكريات محشوة بالألم أن يتنازلوا عنها أو أن يفرطوا فيها تلكم هي حكمة التاريخ أن يحمل كل متعب، كل مرهق، كل نازف، كل من يشتاق إلى وطنه حكمة التاريخ أن يحمل وطنه حقيبة في قلبه قبل أن يحمله صرة آلام وآمال على كتفيه مشاهدين الكرام هكذا كان الشاعر السوري دائماً مرآة تعكس همومة وغمومة وآلام وأحلام أبناء شعبه أينما كانوا حيثما هجروا وارتحلوا في هذه الحلقة من بيت القصيد يسعدنا أن نستضيف هنا معنا في الأستوديو الشعر الشاب رامز الأحمدي حللت أهلاً ونزلت سهلاً على بيت القصيد يا رامز أهلاً بك وبرك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل أن أبدأ أشكر فضلكم وشرفني ذلك جداً اللقاء في حضرتكم في برنامج بيت القصيد نحن الأسعد يا رامز وقبل أن نذهب للأسئلة وقبل أن نتعرف عليك العمل، العلم، التفاصيل الأخرى التي تود أن نعرفها قبل كل هذا دعنا نتعرف على رامز الشاعر بأبيات قصيرة تفتتح بها هذه الحلقة تفضل يعوني الله كما تحب بسم الله قطعة شعرية أهديها لمن كانوا الدافع الأخوة لي في الشاعر تييمتم الشعر حتى منكم انتفع والدهر يعلم من أردى ومن رفع رأيت بي شاعراً فحلاً يشار له وكنت لي دافعاً للمجد قد دفع وكنت بي مؤمناً فخراً تأم به وجئت بي للورى نجماً لهم سطعاً القلب يزهو بذكر الأهل مصطفياً والأرض تحكي وفور الماء كم نفع أمي أبي خير من جاد المفاخر لي لب القصائد مذ عذتم به نبع مزن القصائد مذ عذتم به نبع نبع وأكرم وأنعم به من نبع يا رامز حدثنا عنك قليلاً بحدود ما تحب أن نعرف عنك ماذا تعمل التعليم الدراسي البلد التي تنحدر منها في سوريا وغيرها من المعلومات التي تود أن نعرف تفضل يا رامز شاعر سوري من حلب اسمي رامز الأحمدي وأعمل في مهنة النجارة كذلك الهواية هي الشعر طبعاً والأسمى من بين الهوايات وإن كان هناك غيرها لكن لا أقر ولا أفصح إلا من خلال الشعر لكنك لم تتم دراستك بسبب الحرب الواقعة والجارية في سوريا هو ذاك للأسف أكملت الابتدائي ثم تركت بعون الله ثم بعون بعض الزملاء تمكنت من خلال العروض ويعني جداً كان ذلك مؤثراً بي علماً أنني كنت أرفضه تماماً نعم على حسب ما قيل قبل الخوض أو قبل الانتقال لا أريد أن أسميه خوضاً نعم قبل الاستمتاع والاستماع إلى هذه القصائد وقبل النقاش بأسئلة مختلفة يعني لفت انتباهي وانتباه كثيرين ربما لمسألة تتعلق بالشباب السورية الشباب الذي نشأ في خضم الحرب التي وقعت في سوريا والظلم الذي وقع على أهلها من بعض أهلها للأسف يعني تجد كثيرين من الشباب الذين ربما لم يتموا غير مرحلة الدراسة الابتدائية تشعر كما لو أنهم كانوا خريجي جامعات في لباقة حديثهم في فصاحتهم وكذلك فيما يكتبون أحياناً من قصة من شعر هذه يبدو أنها ترقى إلى أن تسمى ظاهرة يا رامس نعم هي ظاهرة وخضم الألم خضم الألم كما تفضلت وعندي قناعة تفضل من يضع أمامه هدفاً سيصل إليه حتماً وإن لم يتعلم وإن لم يتعلم كاللغة مثلاً هي لغتنا الأم ونعتز بها كذلك البيئة التي يكون فيها الإنسان تقصد أن لم يتعلم التعليم التقليدي في المدرسة أو الجامعة وما الشابة لأن العلم سير ممتدى مترافق مع الإنسان بشكل يومي ودائم نعم أتفكر في القدماء نعم نقول زمل الجاهلية أحسن صحيح هل كانوا فعلاً كالمدارس التقليدية يعلمون؟ أكيد لا علماً أنهم من خذال الكلام حتى أو نقول المباذلة بالحديث بينهم تجدهم بالفصحة تماماً لأنهم تلقوا العلم كابراً عن كابر نعم واحد يأخذ العلم عن آخر وهكذا ولكن الآن تفرقت اللهجات للأسف لكن الخير موجود والإبداع كذلك موجود خذنا إلى أولى قصائدك التي ستقرأها علينا يا رامز تفضل زاد الله فضل بسم الله وافترقنا وافترقنا فاكتوي يا قلب كيا وارعوي يا روح حزناً زج فيا كان سؤلي في الغرام حيث همنا ما لنا لم نرتقي في الحب شيئا فشلت عيني وقد ساءت رؤاها وتداعى في الضلوع الوهن بغيا فانظر يا روح فيما كان منا وكأي الذنب حملنا التقيا من جديد فشلت عيني فشلت عيني وقد ساءت رؤاها وتداعى في الضلوع الوهن بغيا فانظر يا روح فيما كان منا وكأي الذنب حملنا التقيا وكلانا في اكتئاب قد ربينا وكلانا بالتقى قد زاد غيا قد تعبنا يا فؤاداً هز فينا كل صب في الهموم الآن حيا قد شهدنا الظلم ربياً مذنمين والهوى قد زادنا يا قيس تيا حسنا الآن فقد ناء بعطب وكلون البدر نبدو في المحيا يا زمان الظلم ريحنا لبضع قد صبرنا صبر من كان نبيا واسترح منا تران حجم طود من هموم ثم وهجرنا مليا فالتمت يا قلب لا ردك حب وارتضي عقل للهجر سبية وارتضي عقل للهجر سبية ظننتك ستقول خلية لا بأس الأبيات على بساطتها إلا أنها فيها تجربة ذاتية والخطابية الموجودة في هذه الأبيات ربما كانت تشيبي أسرار ستتكشف قريباً في النصوص التابعة أو اللاحقة أو القادمة كنص إغواء مثلاً الذي ستقرأه علينا بعد قليل لكن دعني أسألك يا رامزة عن موضوع الغيرة الحميدة هنا نتحدث عن طمع الشعراء أو طمع المثقف بأن يعرف أكثر هل باعتقادك الشاعر أن يبغي أن يتقوقع على ذاته أم مطلوب منه أن يغار دائماً أن يطمع دائماً وأن يسعى إلى التعلم مواسعه ذلك وما استطع وكما قيل الطمع في الدين يعني بشيء معقول بحيث لا يضر ولا لا ضرر ولا إضرار نعم وخصيصاً في اللغة كلما زاد الإنسان علماً فذلك يزيده علماً على علم نعم ويفيده في المستقبل وكما نتفق على أمر أن الإنسان يموت وهو يتعلم أحسنت أطال الله في عمركم أو كما قال صلى الله عليه وسلم اطلبوا المهد واطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي وهناك الكثير من الأحاديث النبوية التي تتحدث عن فضل طالب العلم وأن العلماء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً أو الأنبياء ولكنهم ورثوا العلم والعلم أمانة وهي ذاتها الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ألا وهي أمانة العقل نعم أعقل وتوكل أعقل وتوكل وخذنا إلى إغوائك تفضل يا رامز لا بأس برشفة ماء قبل الخصيدة تفضل لا قدمي ذلك بارك الله فيك إغواء أغوت فؤادي بعدما اهتدي ملكت زمامي والجوق تضي أزهقت فيها العمر منتزها ضاع السلام ومكرها بقيا قضي الشباب وراح مبتئسا أسفي على أمسي بما قضيا ضيعت نصف العمر منفتنا بين المآثم سرت مرتضيا والله يهديني ويسترني وأنا على الأفضال معتدي فأتوب ثم أعود بعد غد أعصي كأني كنت مهتدي مددت أوردتي بحق سدى فغدوت بالعصيان محتبيا والدهر ينفث حرقتي لهبا أنا لهذا الماء أن يقيا دنيا تحقر خلها سفها انتهى في إغوائها غميا يا عاشق الدنيا وحليتها ارجع وتب يكفي كما فنيا ما أجملها من عودة إن كانت عودة نقية ندية تنبائث من روح صافية شفيفة لا لوثة فيها ولا سواد يا رامز إذا ما أردنا نتحدث عن الرسالة الشخصية من الشعر رسالتك التي تسعى إلى تكريسها إلى خدمتها بكل بساطة أجب بصراحة تفضل يدى الله فضل في صراحة لم أتفكر بذلك سابقا ولكن كل شاعر له رسالته له رؤيته له فكرته له همومه وله وجعه نعم لكن أستطيع أن أختصر لك ببعض الكلمات تفضل يدى الله فضلك أن الشاعر من خلال رسالته يجب أن يكون حرا حرا في ذاته على الأقل وأن لا يسكت على ضيم وإن كان في بضع كلمات وأن يضع دائما الله ورسوله نصب عينه وإن كان في القصائد ما هو الغزل ولكن بحيث يكون نوع من الخيال أن لا يكون ماجنا متى ما دخل في تلك القوقعات بتاه حيث يكون نوعا من الغزل العفيف الشفيف هو ذاك النظيف نعم لا الملوث أو الفاحش الذي يعني يلوث القلوب لا ينعشها سيد أحسنت كثيرا أكمل تفضل بحيث لا تنطبق عليه الآية الكريمة والشعراء يتبعهم الغاون الإغواء بشع للأسف أنت تراه هكذا وهكذا حين لا يدعيك للصلاح لا يدعي القارئ للصلاح لكن هناك استثناء أيضا طبعا لا بد هناك استثناء حتى في سورة الشعراء هناك استثناء على موضوع المحدد ليس كل الشعراء يتبعهم الغاون إلا من تاب وعمل صالحا وعمل صالحا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا حسنت كثيرا وأكيد سنسمع قصيدة جديدة لكن لازم الآن نطلع استراحة قصيرة بعد ذلك سنكمل مشاهدين الكرام نخرج الآن وإياكم إلى أفاصل قصير ومن ثم نواصل لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام ومنما كنتم نذكركم بضيف هذه الحلقة من بيت القصيد معنا هنا في الستوديو الشاعر سوريا الشاب الجميل رامز الأحمدي أهلا بك رامز من جديد رامز هناك شيء مستفز في كثير من شعراء سوريا الشباب ألا وهو هدوءهم الذي يظنه بعض من يعرفهم أو يقابلهم أو يجالسهم لأول مرة يظنه هدوءا مصطنعا أم أن هذا الهدوء يخفي الكثير من الأسرار والألغاز هو ذاك سيدي في الشاعر نفس يكابر فيها دائما وإن أظهر آلامه من خلال الشعر أو في أبيات خصيرة قد خطها والهدوء يبعث للروح الطمأنينة وإن كان وحيدا في وحدته يكتب ما يريد ويخطط لما يريد قد يقول قائل أنتم من بيئة ثائرة يعني تعرضتم للقصف بالبراميل لمختلف الصعوبات القصف بطائرات السخوي ضرب الكيمة وكما حدث بخان شيخون وكما حدث في الغوطة وأكثر من ذلك وكل هذا تقابلونه بالهدوء أم أن الهدوء هذا يخفي الكثير من الأوجاع الكامنة في أعماق روح هذا الشخص الهادئ أستاذ الكريم حين لم يصل صوتنا أخفيناه أو نقول بح صوتنا بقدر ما صرخنا به يا الله فلله الحمد دائما لله الحمد دائما ولك أن تقرأ لنا الآن قصيدة جديدة لعلنا نتجاوز فيها الحديث المؤلم الذي نبشنا ترابه قبل قليل عساه يوارى إلى الأبد فلا يولد في قلب كل شاعر وقلب كل إنسان عربي حر ومسلم عساه لا يولد في قلبه إلا الأمل والسرور والسعادة التي هي لائقة بالكل لا الجزء تفضل نحن في السمع وجاهزونا لدهشة جديدة زادك الله من فضله معارض لقصيدة ابن سناء الملك يقول نسيت في أسماء حتى اسمي ما صححت سقمي ولا جسمي ارفع صوتك قليلا وحاول أن تعيش القصيدة تماما بإلقائها كما عشتها بكتابتها ما رأيك بهذه المفارقة يعتبرها مقايضة يعتبرها مساومة يعتبرها مغامرة يعتبرها شكلا من أشكال التحدي لذلك لا بأس تفضل لذلك الله من فضله معارض لقصيدة ابن سناء الملك يقول نسيت في أسماء حتى اسمي ما صححت سقمي ولا جسمي وأنا قلت توجت بالحسناء حتى اسمي يا حسنها يا حسنه بوقارها المغمي هاتي القواف وانثري دمي إن القصيدة بعضه يدمي على الأنام بوركت مهجة من يوم أن لبت بها حلمي من أبصر الحق بصدق سمى ومن توار عنه في همي لو أن هذا الكون لو أن هذا الكون يبدو بنا لكانت الأيام كاليوم لابد من بعد لنشتاقه لابد من الظلم لكي نحمي ما بالها الأوقات ما بالها الأوقات لم تعطنا حق الحياة في ربى البسمي ما بالها الأفلاك لم تعتبر إشراقة البدري بذى الكمي يا رحبة الأكوان حين استوت في حضرة الأقمار والنجمي كنت بها أبهافة حلة تُعطي الأنام حقها المضمي حلة تُعطي الأنام حقها المضمي يا كل أشواقي متى تأتني لترتوي الأضلاع بالضم كثيرون يقولون إن قصائد الشاعر تشبه أطفاله أو ربما تشبه كذلك بنياته السؤال هنا هل يحق للشاعر أن يفضل قصيدة على أختها أو الكاتب أن يفضل قصة أو نصا على نص آخر أم أن في هذا إجحافا وظلما لبعض إنتاجه؟ لا أهتقي ذلك أنت كيف شايف الفكرة؟ شايف الفكرة أن الإنسان لديه الرديء والجميل نعم وإن لم يكن ذلك فيكون ذلك مجاملة من الجمهور بشكل عام سواء كان شاعرا أو مغنيا أو غيره من المواهب التي تكون وبالنسبة للشاعر فلا بد أن تفضل قصيدة عن أختها فأحساسي اليوم ليس أحساسي كغدا والحالة التي أعيشها اليوم وإن كانت بشكل روتيني ربما ولكن تختلف تماما كليا يعني وإن تشابهت نعم فلا بد من التمييز لا بد من التمييز إلى تمييز ولكن من نوع آخر أو من زاوية أخرى مختلفة يا رامز يعني هناك وسائل تواصل متعددة يستخدمها الشعراء الكتاب مختلف المبدعين الذين يكتبون في مختلف الأجناس الأدبية هناك الكثير للأسف من يعني المشاكل أو الرتوش أو يعني ما يخدش صفاء هذه النصوص الخلافات التي تقع أحيانا أنا أريد منك أن تخبرني منطلقا من يعني خلينا نقول يعني ما عيشته أنت كرامز على هذه المواقع تخبرنا عن أكثر ما يزعجك فيها بكل بساطة بكل بساطة حين أخذت الشحر أحب الهدوء وآخر الليل الضجة تشوش علي غالبا علما أني لوذت الكتابة كتبت خلال ضجة حتى ولكن يفضل الهدوء والمشاكل أحيانا تدعين بأن لا نكتب فلا نندم بعدها حيث قد نجرح الشخص الذي تشاكل معه فلذلك نؤجل الكتابة أو لا نخوض فيها أو نغير الموضوع أنا لا أعتقد أو لا أؤمن بأن الشاعر لديه الإلهام إنما الشاعر الحقيقي من يشعر من يستشعر فيشعر فيشعر هذه قناعة الذي من يستشعر فيشعر فيشعر هو ذلك ومع ذلك أنت ترى أن الشاعر حقي بتغيير الموضوع تماما كما روغت وغيرت وانطلقت إلى إجابة مختلفة لسؤال مختلف طرحته عليك لكن أو طرحته عليك لكن على آياتها لا بأس سنمررها لك هذه المرة نريد قصيدة جديدة لابد من رشفة ثانية تفضل على سيرة الرشفات هل هناك علاقة ما بين الشاعر والماء تتجاوز الإرواء؟ بالنسبة لله بالنسبة لله القهوة تفضل خذنا إلى القصيدة نبقى في الغزل صباح أنت أصبحت صبحا أصبحت صبحا بالجمال تألقا وجمال وجهك من جنان أشرقا قولي لذات الورد إني كلما آنست تربكا بالصفاء مروقا أو طمئني قلب الثرى عن نبته أن الزهور تباركت فيما استقا بين الظنون تسبح الأفكار في شفتيك والإيمان فيك موثقا ما بين عين في الصباح توقرت أزه بعطر من لماك استنشقا كل الفصول تقودنا أنسامها كل الفصول تقودنا أنسامها من كل عام بالصباح تبرقا عيناك أحلى ما تراه النواضر حتى القصيد بذاته قد أورقا حتى القصيد بذاته قد أورقا يا وهج صبحي والجمال مصبحي من دونه يبدو النعيم مؤرقا إن تبلغي الأفراح فيما تحتلي لتنمت اللذات فيك تعتقا أنت المثال لكل حسن في الدنا فاللؤلؤ المكنون منك ترققا يا وجه صبح في الحياة يضلني بخيال ورد والعطور كذنقا روحي أعدت حياتها فور اللقاء روحي أعدت حياتها فور اللقاء قلبي بما أسررت فيه تدفقا تلك الوداعة رممت ذات الأسى حتى تولى نفحها أمر الرقا مسحور عيني كلتان أراهما كالسحر تبتسمان حتى نعشقا مسحور عيني كلتين أراهما مرة ثانية مسحور عيني كلتين أراهما كالسحر تبتسمان حتى نعشقا يا شهد فانظر خدها من مطيب فيه السماحة والجمال منمقا أرتاح يا منوال قلبي برهة إن كلما نظرت وجهك حلقا أنت الفريدة بالمناخ وضله من لي سواك فداوي قلبا مزقا أنت الغزيرة كالسماء وغيمها فابقي بجانب قهوتي في الملتقى كوني بوهج الصبح دوما حاضري لولاك ما جعل الصباح معلقا لولاك ما جاء الصباح معلقا لولاك ما كان الصباح معلقا لولاك ما جعل الصباح معلقا كما يقول رامز لا بأس رامز هناك من يقول أحيانا نستمع إلى بعض القصائد فنشعر أننا سمعناها من قبل هل هذا مدحن أم ذم أم أنه يحتمل الأمرين معا تقصد تشابه المعاني تشابه المعاني كما لو أن الصور مكررة كما لو أن الأفكار ذاتها يعني معادة صياغتها بطريقة مختلفة إلا أن جوهرها ذاته يعني مسموع من قبل هذا ما عنيته لا ترى في ذلك عيبا لا أرى في ذلك عيبا ولكن لا بد أن يسمو الإنسان بشيء يتفرد به والممارسة لها دورها الكبير تبحث عن التفرد هو ذلك تظن أنك يوما ما ستكون متفردا منفردا أم أن الأمر شاق ويحتاج الكثير حتى يتحقق في خضم هذه المشاكل والظروف وفكرة أن يتحقق أكيد هو حق وأمل حميد لكن ماذا عن الظروف المحيطة هل تساعدك لتحقيقه في خضم ماذا تساعدني ربما باختياري لنفسي أو لتنظيم وقت أختاره لنفسي أيضا لكن في خضم مما نعيش به من الظروف المحيط سيتأخر ربما أخاول جاهدا أن أجاهد على نفسي ولكن الظروف أحيانا تمنعنا هل الواقع يحمل سياطا تجلد الشاعر أم أن هذه السياط مما يلذ به الشاعر كيف يعني؟ يجد الشاعر صعوبة في الحياة ربما يجد سياطها وهي تهوي على ظهره فتؤلمه كثيرا لكنه يستعذب هذا الألم ليس لسادية في نفسه لا وإنما لأن هذا الألم يشبه الوقود الذي يحفزه دائما على البوح على الصراخ هناك من وصف الشعر بأنه صراخ في الضمير الإنساني بأذن من يستحق أن يسمى هذا الصوت حتى تتحقق العدالة نعم هي الحياة دائما هكذا فأكيد الشاعر يستأنس يستأنس بهذه نقول الجلدات التي تأتيه وقضاره ويتألم منها قالبا ولكن سيخرج بنص عميق لا بد هل جلدتك الحياة؟ كثيرا والغربة أولها غريبة أسألك هل جلدتك الحياة تبتسم يا رامز ما سر هذه الابتسام؟ ربما من شدة القهر الحمد لله من شدة القهر صار الحزن لخيمة وغيمت منه في عمق الفتاة نعم غيمة إلى حيرتك أو حيرتك خذنا إلى الحيرة التي تود أن تأخذنا إليها أو اقرأ علينا القصيدة التالية أيما كان عنوانها حينا السؤال حيرة بسم الله حيرة ما بالها الأيام يا أحلام إِذْ كُلُّ مَا وَاجَهْتُهُ آلَامُ تَتَرَبَّعُ الْأَحْزَانُ مَا بَالُّهَا الْأَيَّامُ وَلِكُلِّ شَيْءٍ فِي الدُّنَا أَقْسَامُ وَأَتَى الْرَبِيعُ وَأَتَى الْرَبِيعُ فَمَا لَقِيتُ بِرَاحَةٍ فَوْقَ الضَّجِيجِ كَآبَةٌ وَزُكَامُ فَكَأَنَّ هَذَا الْعُمْرَ مَخْنُوقٌ بِنَا وَكَأَنَّ مَا مِنْهُ استَعَدَّ ظَلَامُ فَبِمَا اتَّعَفُّفُوا يَا فُؤَادُ لَطَالَمَا صار الحلال بذي البلاد حرامُ فَبِمَا اتَّعَفُّفُوا يَا فُؤَادُ لَطَالَمَا صار الحلال بذي البلاد حرامُ يَا جَهْلَ مَنْعَكَسَ الْحَقِيقَةَ وَاثِقًا أَنَّ السُّكُوتَ عَنِ الطُّغَى إِحْرَامُ قَدْ هَشَّتِ الصُّحُفُ الَّتِي مِنْ ضِيقَةِ ضَاقَ الْمَدَى نَاءَتْ بِيَا الْأَقْلَامُ وَأَحَاطَتِ الْأَوْهَامُ قَلْبِي مُذْنَمَا حَتَّى بَدَى مَا أُخْفِهِ إِعْلَامُ لَسْنَا بِخَيْرٍ طَالَمَا تَبَذَ النَّوْعَ حيثُ التظاهُرُ كلُّهُ أَوْهَامُ لَسْنَا مَا كُنَّا أَلَا يَا مُنْيَةِ هَلَّا أَتَيْتِي فَكُلُّ نَاسُ قَامُ أَلَا يَا مُنْيَةِ هَلَّا أَتَيْتِي فَكُلُّ نَاسُ قَامُ شَاقَتْ إِلَيْكِ ضُلُوعُنَا ضَلَّ السَّبِيلُ صَبَابَةً كَانَتْ إِلَيْكِ تُرَامُ لَزَالَتِ الْأَيَّامُ تُوهِمُ عَاشِقًا لَزَالَتِ الْأَقْدَارُ فِيكِ تُلَامُ وَمُنَى الْكَئِيبِ بِوَهْجِ حُسْنٍ عَائِمٍ مِنْ نُورِهِ كَمْ تُزْهِرُ الْأَعْوَامُ لَوْ كَانَ لِلَأَحْلَامِ فِعْلٌ لَارْتَقَى قَيْسٌ بِلَيْلَةٌ لَارْتَقَوْ حُكَّامُ لَا شَيْءَ أَقْهَرُ مِنْ دُمُوعِ الصَّبِّ إِنْ كَانَتْ بِصُدْقِ شُعُورِهِ سَتُلَامُ كُونِ الْحَقِيقَةَ كَيْفَمَا وَهَمَ الْهَوَى أَنتِ الْأَثِيرَةُ فِي الْفُؤَادِ تَنَامُ يَمَأْمَلِي فِي الْحُبِّ كَوْنَكِ رَاحَةً تَزْدَانُ مِنْ أَطْيَابِهَا الْأَنْسَامُ الأولوية للأوائل دائماً أولى وأولى أن إليك أدامُ هذه حياتي كلما عايشتها خرجت بألف بالهموم تقامُ لا تسألوني مهجة قلبي يعذبني وعيني بالحياة تضامُ لا شيء يفتك بي سوى من غربةٍ خنقت فؤادي والنها تمتامُ أشتاق من واصلتهم روحي وما أيامنا يا حلوتي أيامُ هي محزنٌ كاد الأنيسُ لبؤسنا فكأنما هي منفسٌ وغمامُ من كان يدرك أنني بالحزن قد أوهمت قومي بالهناء أنامُ فخذوا الفؤادَ فخذوا الفؤادَ لعلني أرقى لما آخذتموه محبةً ومقامُ يَا آمِلًا قَلْبِي دَوَاءَ مُتَيَّمٍ قَلْبِي كَمَا قَدْ عُوهِدَ الإِسْلَامُ إِنِّي هُنَا بَاقٍ بِقَلْبِ مُوَحِّدٍ إِنِّي هُنَا بَاقٍ بِقَلْبِ مُوَحِّدٍ يَرْجُوا اللِّقَاءَ مَحَبَّةً وَهُيَامُ كُلِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنْ حَزَنٍ وَلَوْ أَدْمَى أُحَامِي الْحُبَّ حَيْثُ يُلَامُ الآنَ تُدْرِكُنِي الْمَنِيَّةُ رَغْمَ أَنِّي فِي شَبَابِي وَالشَّبَابُ رُخَامُ وَالشَّبَابُ حُطَامُ نسأل الله أن يرزقك حياة مديدة وسعيدة وكلها قصة وقصيدة يا رامز لابد من استراحة جديدة الآن مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل قصير مرة أخرى وبعده نواصل ما تبقى من حلقتنا نرحب بكم أعزائنا المشاهدين ووصلنا إلى الجزء الأخير في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد ومعنا هنا أشاعر سوريا الشاب رامز الأحمدي يا رامز قبل الذهاب إلى القصيدة التالية أريد منك أن تحدثني عن دور الأسرة بتشجيع صاحبي الموهبة فيها سواء كانت موهبة الكتابة أو أي من المواهب الأخرى الخلاقة حدثني عن تجربتك العملية ودعم ذويك لك تفضل ببساطة لا يحالفني القول لم أفهم لا يسعفني القول إلا أني سأتكلم ببساطة تفضل زاد الله فضلك كنت في عمري الثانية عشر كنت في عمري الثانية عشرة كتبت بعض الأشعار ثم أجرتها بسبب الحرب وعدم إكمال الدراسة حتى ففي عالم التكنولوجيا دخلت عالم الفيسبوك وكان ذلك دافعاً قوياً أو نقول داعاً لأن أعود وأخط الشعر ومن ذاك المنطلق دخلت في عدة منتديات وكان ممن يرى من الشعر يقول كتبت العمودي ولكن غير الموزون قافية وكل شيء لكن غير موزون فكان ذلك يؤثر على البعض أو نقول الشعراء الذين لا يخطون أي سوى العروضي فوصلت بعض الأبيات التي أكتبها تبدو كأنها كات على معنى ولكن فيها كسور كسور في الوزن فأنا أشكر جميع عدة أزملاء بارك الله فيهم ولا زالوا في ظهري إلى الآن وإن كنت لم أتقن جميع البحور ولكن يكفينا ببعض البحور التي نخط فيها آلامنا أو ما يولج في صدورنا نعم كان هذا الدافع القوي في عالم الأزرق أو نسميه الحيسب ماذا عن ذويك؟ عن ذوي اصبر يا ولدي فلا بأس اسمعهم الشعر فقد يصرون علي على إيصال المعنى فكما تعلم الشعر أحياني يستخدم مفردات قد تصعب على القارئ غالبا نعم فكان ذلك يعني يدفعني إلى أن ألخص الكلمات ببساطة أكثر بحيث يفهمها القارئ سواء كاميا من العوام من الناس أو ثقفنا وغيره نعم ورغم الآلام والمرور الجسم الأي تفضل الصعوبة التي نمر فيها في هذه الحياة كانوا الدافع على الأقوى بركت يا ولدي من شاعر جميل أرى فيك كذا وكذا 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 فكان ذلك أن الجمل المحفز أحيانا العبارات التشجيعية هذه تترك أثرا إيجابيا عميقا في صدر ذي الموهبة أو صاحب التجربة الإبداعية وبالتالي تحفزه ليستمر ليواصل ليعطي أجود ما لديه ونحن الآن نطمع بأجود ما لديك حرب مع النفس أم حرث الله حرب مع النفس فضل أنت لا تعرف الأنوان لا بأس مشكلتي بالذاكرة نحن جاهزون لنستمع إليك يا رمز أحفظ بيتا بعد إذنك أحفظ بيتا ربما يلخصني وشبت بغير عمر أعتريه وعمر الشيب قد أرثى شباب لا تستعجل الشيب لا يزال شعرك ليليا اللون تفضل يا رمز يكافي الكون من بعض الذي عنده ريح فؤادي فضيق الصدر قد هده من جديد تكرما أكرمك الله حرب مع النفس يكافي الكون من بعض الذي عنده ريح فؤادي فضيق الصدر قد هده يا باسط الأرض والأفلاك مصمدة ثبت فؤادي على الطاعات والشدة إن الحياة وإن ضاقت علي فمن فمن سواك يا رب يغنيني يا رب يغنيني بما عده قد أرهقتني ذنوبي والملاذ هما والملاذ هما كالغيث مني وقلب فيك ما شده يا رب نفسي تعاديني فما سكنت فما سكنت لعفة لا ولم ترغب لي العده ألهمتها طهرها والفجر لائمها يا رب ليس سواي الآن أحتده أعارك النفس والأنفاس شاهدة جسمي بما صابني قد عالني وحده وكان عقلي حكيما للأنام دوا والآن وحسرتي قد فاتني رشده أسأل رشده لا يفوتك ولا أعلم لما نصبت الرشد هنا وكان واجبها الرفع لكن لا بأس بإمكانك أن تعود قراءة النص وصدق من قال ما أخطأ نحوي قط وأنا أضيف ما أخفق شاعر قط إلا إذا خالف بشعره الفكرة السوية النقي وإن سلخ عن ألام وهموم أبناء لحمه ودمه إذا ما أردنا أن نتحدث عن واجب الشاعر تجاه هذه الهموم هموم من نشترك معهم في الدين والعرق واللغة والهم والدم واجبنا تجاه هؤلاء باعتقادك الشخصي يا رمز المتألم يشعر بمن حوله كم هم متألمون ويرى ذلك في أعينهم نعم فأكيد حين يكتب حينما يكتب وكأنه يمثل غيره أنا ربما تكلمت في تلك القصيدة وهي الإغواء لم أفسد في الدنيا بذاك القدر الذي كان ولكن على قدر ما رأيت من فساد في هذه الدنيا تكلمت باسم غيره على أن يتب فما كل ما نكتبه غالبا يكون داخلنا ولكن نشعر فيه من خلال شعورنا في غيرنا وقد يمثل كثيرين ممن يعيشون هذه التجربة ممن يعني تلتقي وإياهم قصة هذه القصيدة أو هذا النص أو ذاك يا رمز خذنا إلى قصيدتك التالية عراك مع الدهر لماذا أنت تريد أن تشاكس الدهر وتعاركه يا رمز ما سر هذا العراك لعلنا نتعرف الآن من خلال هذه القصيدة على السر فضل عراك مع الدهر أعارك الدهر مذ أندس نقمته وتأتني الصفعات اليوم كالأمس فلا جديد سوى هم سوى هم يزاولني ولا زوال لهم يحتوي نفسي يا أهلنا في الشآم الغربة امتزجت بريق موت يزيل النفس في النفس أحياء لكننا أموات في زمن ما عاشه مرسلا أو عن ترى العبس أمه قد ظلمتنا غربة أمه قد ظلمتنا غربة سئمت أرواح من عزفها مذم لكترأسي في القلب أكبر مما صاغه ألما لكن ما يتوارى الحزن عن بأسي أحن حتى أراني حاملا يأسي ويعتل البأس أركاني فلا يأسي أحن حتى أراني حاملا يأسي ويعتل البأس أركاني فلا يأسي أنا الذي سفحت أهدافه دمه واستحضرت روحه الأيام للتعسي فلا تلمني وقد هامت علي عصا من الزمان يعاديني بها أنسي إن كانت الغربة الظلماء طائلة يا ليتني بعدها يا ليت لا أمسي هذا هو العراق يا الله هذا الوجع ربما كان يخفي في عمق صاحب هذه التجربة شيئا من العتب أيضا للنفس وليس فقط عتبا موجها للدهر نحن أحيانا نقصر بحق أنفسنا قبل أن يقصر الآخرون بنا كثيرا ما الحل حتى نحافظ على يعني نفوسنا نقية بيضاء طاهرة لا تتعرض لتلوث أو مغريات باعتقادك يا رامز ما الواجب أن نفعله لنحافظ على فطرتنا السليمة المعدن الأصيل يبقى أصيلا ولا خلافة في ذلك ولكن نتفق أيضا على أن نعطي كل ذي حق حقه هذه الدنيا لا أمان لها خصيصا في هذا اليوم أو نقول هذا العصر صحيح للأسف في رجوع نبقى في رجوع والذي كان خلفنا الآن يتقدمون يا رجل لا استبشر خيرا تفائل الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة أو إلى يوم الدين أكيد أكيد ننكر ذلك ونعتز به أكيد ونتفائل من خلاله بفضل الله ورحمته وتبشر رسوله عليه الصلاة والسلام أحسنت إلى القصيدة الختامية في هذه الحلقة يا رامز وصلنا إلى القصيدة الختامية تفضل اقرأ علينا أبيات قصيدتك التي تود أن تختم بها تفضل ألماسة القدر ما قدر أرواحنا ما لم تع العشق كل هواه على قدر الهوى يشق دعي عيون الهوى ترضي وساوسه وارقي عيونا سباه وجهك الأنقى حياك من جعل اللحظين في قمر فجاد نورا أضاء الوجه للأتقى يا حل حال بلوح الوحي يحويني حل الحلال برحب الحب قد حقا كوني لي امرأة كالنار تشعلني كوني لذاتي مزادا بالحلا يلقى نور الحياة بنور العين محتضر فيال نور من النسوان قد رقا وكل فاتنة من حسنك اكتسبت تسعى وتلقى وخلف الحسن تبقى دعي ضلوعي يجدنا الحضن مستويا علّي بذلك أبدي للجوا فرقا قعد البيت السابق وكل فاتنة من حسنك اكتسبت تسعى وتلقى وخلف الحسن تبقى دعي ضلوعي وخلف الحسن تبقى اقرأ البيت كاملا وكل فاتنة من حسنك اكتسبت تسعى وتلقى وخلف الحسن تبقى تسعى وتلقى وخلف الحسن كام تبقى ليستقيم الوزن ربما سقطت سهوا لا بأ استفضل أكمل دعي ضلوعي يجدنا الحضن مستويا علّي بذلك أبدي للجوا فرقا يا كل حسن حباه الشاعرون حلا إن المشاعر بالأشعار إذ ترقاه والشعر مهما ثرين الحب من دمه يبقى بحسنك أحلى ما به نقى غني قليلا وردي للليال هوا كانت لرقصك تحن كي به تسقى تكوني مثل ما بعد يريق دمًا ورغم ذلك يبقى القلب مستسقى وراقص الورد إن الورد مندمل اسطيه حناناً ويديك العذب كي ينقى فديتك القلب إن الليل مبتهج إيه على ليلة في عتمها الملقى الماسة مثل ما حرف يحاصرني إذ كلما لمعت زاد الحل عمقا إني بما جئتني صب صبي صباً فلتسقني زمزماً قد جل من أسقى حرباً أراك وتملي بالحنان رباً يا وردة من لماها الورد قد لقى نديمة هاتي شاي هاتي قهوتنا أينتهي الليل دون النخب إن شقى إن الروائع من أنوارك احتشدت إن الروائع من أنوارك احتشدت جيوش حب وجيش الحب من يلقى لا بأس إن جئتني مرواً على ضمأ فإنما الحب يبقي من له يشقى يقول للحرف أنت العروة الوثقة شكراً جزيلاً لك كرامز الأحمد الشاعر السوري الشاب والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم دائماً وأبداً نلتقيكم بسلام وشعر وسعادة دائماً كونوا في أمن الله إلى اللقاء